منتخب مصر مع كالوس كيروش حصل أداء معقول مش معقول على مستوى الأداء الناس كانت عايزة كرة ممتعة بس كان الأداء في نتائج جيدة مش جيدة رائعة انك توصل لنهائي كاس الأمر الأفريقية انك توصل لآخر نقطة في تصفيات كاس العالم آخر نقطة عصد آخر ثانية وانت توصل ضربات الترجيح وتخسر بضربات الترجيح وتشوف أسماء جديدة لمنتخب مصر بتتضم لمنتخب مصر كل دي علامات سريعة جدا في فترة قصيرة ما كميتش ستة شهور فترة قصيرة دي انك تعمل فيها كل ده فده شيء رائع ايه اللي حصل ليه ما قدرتوش تكسبه اتحاد الكورة ايه اللي حصل انك في العموم على الترابيزة على الترابيزة يعني ما عندكش الأدوات التحليلة المنطقية أدوات التحليل المنطقية لازم تكون موجودة جوه للتحاد وحد التحليل تحلل كل أداء لمنتخب الناشئين ومنتخب الشباب وتبقى فيه متابعات وفي النهاية الأداء التحليل المنطقي والتحليل العلمي بتطلع سلبيات الفترة وإيجابياتها وبتحسب بتشوف أنا الفترة دي الجهاز ده ميسك فيها كان الموقف إيه قبل ما يمسك الفترة الزمنية كان فيها إيه محتوى الفترة الزمنية دي كان فيها إيه ووصلنا لإيه أنا بقول إنه التحليل المنطقي ده هيريح أي وحدة يعني وحدة التحليل دي لازم تكون موجودة في تحاد الكورة في العموم مش عشان الجهاز ده بس في العموم لما هتكون في وحدة تحليل دي المنطقي القائم عليها ناس متخصصين بشكل كويس وتحلل الفترة بكل ما فيها وتطلع سلبيات الفترة كذا وإيجابيات الفترة كذا أنا بكلمك على الأساس إنه كل حاجة كمسابقة وكحاجة من ثلاث سنين ماشى كويس الوحدة دي أنا بحطها كده بزرعها صح كده عشان أقيمني بشكل منفصل عشان أقيم ست شهور صحيح اشتغل هكارل سكروش بجهازه في الفترة دي لو أنت ده عملت التحليل ده منطقيا أو حتى شفاهيا لأنه ده مش موجود قريدي أنا بطلب حاجة مش موجود لبقى أحلله شفاهيا نقعد في دايرة منقشة ونحلل ده وعلى أساسه أخذ القرار طب أنا لو خدت قرار أنه مفيش الجهاز اللي وصلت بالتحليل هقولي أنه فترة جيدة لأنك أنت خدت ست شهور فيهم كل حاجة من البطول العربية للبطول الأفريق أربع ماتشات تسفى الكاس عالم بعدين بطول العربية وبعد كده بطول الأفريقية وبعد كده اللي ماتش الفايصل بتاع الكاس العالم طيب أنا لو ماشيت النهاردة هل أنا عامل حسابي على بعد كده ولا مش عامل حسابي لأنك أنت بتماشي فترة فنية كان فيها جرعات كتيرة جدا من مباريات من أداء جهاز مع لعيبة من لعيب اللي بينفز بيسمع جهاز وطريقة فنية وبتعود على حاجات كتيرة جدا بيشققوا ويشتغل عليها في الخلال الخمسة وعشرين مباراة اللي تلعبوا صحيح أنت أخذ بالك فلما هتيجي تعمل كت للفترة دي لازم تبقى عامل حسابك أن الفترة اللي جاية وهي كانت قسيرة جدا وتبقى عارف أنت هتعمل إيه وهتجيب مين والفترة دي هيلحق اللعيب يعمل النقلة دي من جهاز لجهاز فنيا ومعنويا وأداء وكل حاجة ده هيأثر حسابات إحنا بنجدها صعبة أنا بحس أنها بقول حاجة صعبة جدا لكنها هو ده اللي مفروض وده اللي هيسهل على المسؤول أن ناخد القرار والتقييم والتقييم إنه أنا بس هشرحها بشكل بسيط الحراكة قلتوا ده عشان ده شيء رائع جدا لازم الناس كلها تبقى فهمها إنه هيكرة دلوقتي ما بقيتش بس أنت شفت المطش فأقولت ده حلو ولا وحش بغرفة لا لا شكلهم وحشين شكلهم حلوين لا فيه أرقام فيه استاتيستيكس وشفت الأرقام وتحليل لعب لاعب وتحليل طريقة لعب والمنافس كان عامل إزاي هو مين ومش هو مين والفترات الزمنية عاملة إزاي الوقت اللي اشتغل فيه الجهاز عامل إزاي كل الحاجات دي بتخش في الترحيل هسألك هسألك في جمل شهيرة جدا بتتقال طول الوقت طيب يا جماعة ما منتخم مصر ده اللي عارف يكسب الكاميرون والسينغال وكو الدفور وفي 2006 و2008 و2010 أنتوا ليه خايفين من المنتخبات الكبيرة دي وليه بتدفع قدامهم ما تخشوا هجموهم وكسبوهم 3 أو 4 لما كنت بتسمع الجمل دي كان بيبقى ردك من جواك العيش في العمل غير التنظير في المنصات لأنه 3 أو 4 المنصات رجعت في تغيير الكلام أنه كله اللي كان بتقال أثناء شغلنا كله رجعت جيرتنا أسفين أنه لأ وكان فيه شخصية للمنتخب وكنا بنعرف ندافع وكنا بنعرف نكسب آه مش كل حاجة كان كذا لكن فعشان كده بقول التقييم التقييم اللي أنت بتقول عليه ده التقييم الفعلي بالزبط للرؤية دي الفترة قد إيه هل تسمح بإنك أنت تبتدي تطور ولا هتاخد على قد المجموعة اللي موجودة عشان أنا بقول المجموعة هيقولك آه ما أصل زي ما بيتقلل القماشة بالعكس إحنا كان معنا لعيبة رجالة جدا وعملوا مجهود كبير جدا وفي لعيبة جديدة ظهرت في ظل مباراة كبيرة كبيرة جدا كمنافسين يعني لكن هي المشكلة اللي ماشية على كل الترابيزات أو في كل حاجة إنك أنت ما بتقفش على الواقع بتاعك وأول ما تقف على الواقع بتاعك مش عايز تعترف به فتعمل تستدعي الماضي صح ده أسهل حاجة على اللي قاعد أو على اللي بيشجع إنك تستدعي الماضي ده إحنا 2006 2008 2010 هقولك على حاجة واحدة بس كانت منتظمة تخلي كل ده مختلف كان فيه مسابقة منتظمة كان فيه أندية مستقرة بشكل كويس الأهلي كان مستقر الزمدك كان مستقر الإسماعيلي كان مستقر اللعبة كانت بتأدي بشكل كويس كان فيه جماهير وكان فيه جماهير ويتلعب قدام جماهير أحكي لك على الرجل اللي قاله على عشور في الفترة دي يعني ده ده باند واحد أنا بقولهولك مش هدخل في مرقارنات لعيبة أنا بقولك على الناس فهمها إن استقرار المسابقة ده حاجة سهلة المنتخب بياخد لعبته منين من دول من الأندية صحيح لو الدولة مصر ولو الأندية مستواها مرتفعة عشان فيه استقرار في المسابقة ماشية بانتظام بشكل كويس وفيه تنافسية حقيقية المنتخب هيستفاد الأول هو المستفيد الأول عشان بقى نستدعي ماضي احنا كمان يفتكر الفرق الدوري في 2006 2008 و2010 ويفتكر إن كان فيه استقرار مسابقة وفيه جمهور وكان فيه وكان فيه وحاجات كتير جدا هيا بقى أقولك على حاجة واحدة بس الجمهور يقولك إنه 2006 2008 و2010 كان الأداء مميز جدا وكان الأداء كبير جدا عشان كوالة اللاعبين كان أفضل بكتير من كوالة اللاعبين دلوقتي أنت حاس بالفرق الكبير ده ولا هي الظروف بس بص على طول الوقت مع اختلاف الأزمنة فيه فرقات باللعب فيه فرقات هي بتبقى إيه بتبقى أجيال صحية والأجيال دي لأنا ولا أنت بنختارها نصيبك لأنا ولا أنت بنختارها جيل بتاع إيطاليا دلوقتي ده مش جيل 2006 وجيل إيطاليا ده قابليها مثلا بست شهور أو بسوعة شهور واخر بطولة أوروبا صح فيعني عايز أقول لك أنه الأجيال إنت ما بتختارهاش المواهب بتتوجد فيه جيل بتتوجد فيه لعبة في أكتر من مركز إحنا بقالنا خمس سنين الناس عملت بتقول فيه اثنين باكارات رايت طب فيه اثنين باكات ليفت طب فيه اثنين مش هو ده اللي بيحصل صح ده اللي بيحصل هو ده اللي بيحصل فأنت بتشتغل على حاجات كتيرة غير لما تبقى متوفر لك الحاجات دي كلها اللي أنت بتتكلم عنها غير كده أنا بشوف من أهم حاجة استقرار نفسه الكورة وتنظيم مسابقاتها ولوايحها هو ده اللي 90% من نجاح الأندية ثم المنتخب لأنه المنتخب بياخد من نجاحات الأندية والدليل أنه الجماهير نفسها بتشكوا من حال الأندية يعني بتشكوا من حال الأندية ولما يروحوا اللاعبين للمنتخب مصري يقول لك أنه إزاي مداري المنتخب مصري مش كواهد إذن كان أنت أصلا بتشكي منهم وبتشكي من اللاعبين وعيز تغيرهم وعيز تغيرهم وعيز تغيرهم ولما بيلوحوا المنتخب بتقول فعشان كده الفترة اللي احنا اشتغلنا فيها بشخصية الراجل أنا كنت أكتر حاجة بتسعدني بعد ماتش ناجيريا بعد ما ابتدى الارتفاع والناس تتلمع المنتخب وشافت أنه الفرقة بتقدي بشكل كويس والروح عالية وفيه ثبات وما فيش خوف أن الجزء كبير من شخصية المنتخب راجعت صح فدي مهمة جدا تبني عليها تبني على ده صحيح فده كان جزء اتعمل ومهم جدا في فترة قلتلي